احتفلت كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبة الثانوية العامة بقداس إلهي ترأسه الأب حنة سالم كاهن الرعية وبمشاركة عدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من أبناء الرعية وخلال القداس رحب الأب حنة بالطلب الخريجين وكافة الحاضرين معتبرا أن هذا الاحتفال تعبير حقيقي أننا أسرة واحدة نلتف حول بعضنا بعضا وألقى الأب برنارد بوجي من كهنة المعهد الإكليركي وعضة القداس مؤكدا على أن هذه المرحلة هي مرحلة هامة في حياة الطالب حثا إياهم على المبادرة والتعاون ونشر المحبة في المجتمع وبين عائلاتهم